رحيم رجعت لكم تاني في فيديو جديد. الفيديو طبعا نهاردة انا جاي فيه انهي فيه خلاف او حيرد كل واحد البس اوتوماتيك ولا ولا البس اه قوارتس حجر. اه البس ايه فيهم? الاوتوماتيك معروفة من زمان. الاوتوماتيك حاجة نظيفة. زي اللي محتار ما بيني اركب عربية حديثة. بيقول لك حديث فيها كلها ولا اركب عربية اقديمة اصلية تقيلة وبتستحمل طيب. خلينا برضو انا ممكن وصلتها لكم بموضوع العربية. هتلاقي الحاج بيحب الساعات الاوتوماتيك وبيحب العربات القديمة. وتلاقيك انت بيحب العربات الاسبور الحديثة لفيها كماليات وبتحب الساعات اللي هي الكورتس الحجر. مع ان في شباب يعني سبب ان اعمل الفيديو ان في شباب كتير دلوقتي هتخش لك المحل عندك ساعات اوتوماتيك. وتلاقي هو مش فاهم الاوتوماتيك دي ايه فكرتها او ايه نظامها. حتى ما تقول لك عندك ساعات غلب النظر. يعني حتى هو مش فاهم ايه دي نتا. فطبيعي يعني تلاقي الناس اللي النصحة واللي فاهمة قبل ما يدفع فلوس في اي حاجة بقعد يبحث. بيشوف انا احط فلوسي ايه? احط فلوسي في الساعة دي ولا احط فلوسي في الساعة دي. او احط فلوسي في المنتج ده ولا المنتج ده. فالأصح وانا شايفه اصح ان احنا نبحث. سواء انا بس اقفل باوي الازاز عشان صوت العربيات ما يقرفناش في الفيديو. لاحظة واحدة. تمام. رجعت لكم تاني. الفكرة في حاجة. الساعة دي دي قوارتز حجر. نظام حجر. ودي اوتوماتيك. الساعة الاوتوماتيك دي سعرها بيوصل من اربعة لسبع تلاف جنيه. تمام? اللي تبتحها عالي مش الشعبي. يعني انت يوم ما تلبس اوتوماتيك ما تلبس الشعبي. آآ عشان الشعبي دي في الضياع شوية. بالنسبة للوقت وبالنسبة للشحنة بتاعتها ما بتطولش. تمام? في يوم ما تلبس تلبس حاجة غالية. طيب. ايه عيوب الحاجة الغالية? آآ هي عيوبها ان هي لو قعت تكلفة الصيانات عالية ومش اي حد بشتغل صيانة في الاوتوماتيك. تمام? يعني انا بشتغل في الاوتوماتيك بس باهرب منه. بلح دماغي منه. واجع دماغه وقرف لوحده. بنستثل دايما الكورتز. حتى لو نزلت العتبة نفسية ودورت على صناعيات الاوتوماتيك صناعيات الاوتوماتيك ولا يلين. ده مش معناه انه هم مش موجودين. لا موجودين. بس الاغلبية مبارداش اشتغل في الاوتوماتيك فباشتغل في الكورتز فتلاقي اللي موافق انه اشتغل في الاوتوماتيك نفرين تلاتة كده بالعدد. وفي منهم ناس تقولك انا ما اشتغلش في الاوتوماتيك غير الاصلي. تمام? يعني ما يحبش اشتغل في المكانة الروسية او اي مكان شعبي. آآ فعشان كده بقول لكم هي كصيانة مقرفة شوية. وكتقديم متأخير في الوقت آآ رخمة برضو. لان انت لو هتلبس هتلبس طبعا الحاجات اللي سعرها احنين شوية يعني اوتوماتيك بس سعرها احنين. آآ تالت حاجة الوزن. تيلة. تيلة قوي. نحطها الميزان. متين وعشرين جرام يعني دخلها على ربع كيلو. تمام? ربع كيلو في ايدب. تاني انا جاب حجمها كبيرة عشان تبقى قريبة لحد ما يعني بالحجم ده كله مية وستين جرام. تمام? يعني حتى نجابها حجمها اكبر من الاوتوماتيك يعني مش بنفس الايه? مش بنفس المقاس. ماشي? آآ الحلو في الاوتوماتيك لما يكون الموديل بتاعه غالي شوية او نضيف التأثيل والفينش. بس انا مسلا سواني هجيب لكم حاجة كورتز. هوريه لكم عاملة ازاي? هتلاقيه برضو حلوة. بس الاصل ان انت تدفع في حاجة لو انت حاجب حاجة نضيفة تدفع في حاجة كورتز نضيفة. اهي. الكارير دي مسلا كورتز. تمام? ودي اوتوماتيك. لو تلاحظة برضو موديل بتاعها جميل جدا. تأفيله حلو. اسطوبات شغال. اعتبر ايه? والوزن بتاعها بالنسبة للوزن بتحقيله ممكن مئة وستين برضو. مية خمسة واربين جرام. اخفى كمان. تمام? هبص على الموديل. جميل جدا جدا لو انت حاب تلبس حاجة. هلو. واللي يعني فيه من الروليكسات دي برضو حاجات كورتز حجر غالية يعني تعملها مسلا الفين وشوية وكده. عشان ما توهكوش. عيوبها. الدقة في الوقت. يعني مش دقيقة جاملة في الوقت. واول حاجة هي اصلا قبل الكورتز يعني اول كاتف اوتوماتيك بعد كي يخترعوا نظام الحجر. تمام? وقابل الوتوماتيك كانت اللي هي المنول. تتملي ملو بالايد. اه دي اول حاجة بنسبة دقة الوقت. تاني حاجة. اه قلت صناعية الصيانة بتاعت السعاد دي. تمام? يعني الصناعية مش كتير. وزيادة كمان ان تكلفة الصيانة عالية. قطعة غيار مش متوفرة جامد. يعني انا كان لها ساعة العقارب بتاعتها خبطت مني خبطة حالة ومحترمة. العمود بتاع السواني ده انكسر اللي هو العقرب السواني بيمسك فيه. اه فالفكرة كلها ما لقاش لنا عمود السواني والعقارب مش عارف اللي حصل لها. فالسع ما رقيتش ديها طاقم عقارب غير دهبي. وانا شاكان في الصيانة يعني هوصل كمان يعني للناس اللي هي المستوردة او مشابه. فما عرفتش اوصل لطاقم عقارب نفس لون السع والسع والعقارب كان لنا دهب. لكن ته. كنت جايبها ايام الرخص. طبعا مش جايبة كانت بتك طبعا تقليد مش غالي مش اصليا لاني الاصلي غالي. فكنت جايبها في الفين وستاشر بالفين وحاجة مجملة. تمام? فلا انا من يومية حتى كرهت الوتوماتيك بطلت الويس اوتوماتيك. تعال نشوف بقى مميزات الحجر ايه? اول حاجة السعر. تمام? يعني مسلا انا اجاب لكم حاجة زي مني دي مشهورة جدا. السعرها حلو وحنين. عالشباب. اه ضد المية. الماكينة بتاعتها الصيني. تمام? يعني عددات اول الماكينة بتاعتها الصيني. بس دقة الوقت عالية. يعني في السنة ممكن ديها دقتين مش حاجة كبيرة. تمام? اه قطع غير متوفرة. الوزن خفيف. وحوار اه الحجر بتاعها موجود. يعني انت اصلا ممكن تركب لها حجر نظيف. يقعد معاك اه سنة وسنتين عادي. تمام? يعني مش لازم ان هو احوار. لا اصلا يبطقف اصلا يبطقف اصلا يبطع لا. نحن كن لها بطارية نظيفة وهتعيش معانا. الوزن بتاعها خفيف مش تقيل على الايد. واي حد هتلاقي يعرف يشتغل صينيبه. مش اي حد كاي حد. الناس متخصصين كتير بالنسبة للساعات او صيانة للساعات الكورتز. تمام? يعني مقاومة واي حاجة او مشابه حيغيرها عادي جدا. لكن العشان برضو صح معلوم لان فيه ناس كده يجي تقول على الاوتوماتيك تقول لي انا عايز ساعة عاشة غيرها بالنبض. عندك ساعات بالنبض الاوتوماتيك مش نبض خالص. الاوتوماتيك بتبقى نظام سواء انا وريكو في مكان عندي اوتوماتيك. نظام ملو. يعني طول ما انت بتحرك ايدك. دي بتلف. تمام? سمع الصوت. تبدأ تشحن الساعة. الساعة تتشحن. بعد ما تتشحن تبدأ تفضي في الشاكوش والشاكوش الملوى يفضي في الشاكوش والشاكوش يفضي هنا. تبدأ الساعة تتحرك هنا في الحالة دي. تمام? اعمل لكم ان شاء الله فيديو برضو ازا يعرفكم لو الساعة الاوتوماتيك بتاعك بتقدم او بتاخر. تصلحها ازاي? او تعمل ايه? تمام? ده نظام المكان اوتوماتيك. الاوتوماتيك. لو جينا وقعنا ساعة اوتوماتيك. وقعنا ساعة الكوارتز. الكوارتز دي ممكن العلائبة فوق. الخطة يعني ما تبقاش ما بتسمعش جامد. يعني كارنك برضو برضو هي برضو الاوتوماتيك بيبع لها كارنك بلاستيك من حواليها عشان يصد الصدمات. تمام? بس الفكرة اللي بصينا كده. الساعة كلها تروس. كلها. في الوععة الشديدة ممكن تحرك حاجة من مكانها. لازم تفور المكان دي كلها. فتكلفة الصيانة عالية. دي بتبقى يوم وقاتها. هتلاقي المشاكل اللي هتقابلك ازاز. اه الحجر اتفك. يعني مش شديد يعني. يعني الصيانات تكريفتها مع الوقعة مش شديدة. اه لو حبيت تجيب اوتوماتيك او حابت تربس اوتوماتيك هتجيب لك حاجة نظيفة. يعني تقوم لابسها في المناسبات. على بدلة. اه لو انت موظف في بنكة تربسها وانت رايح وبعد كده ترجع تقلعها. ما تخرجش بها بقى بعد الوظيفة بتاعتك. او انت في شركة او مش هابها فمضطرة تلبسها يا محامي مسلا. دي ما تتلبس اربعة وعشرين ساعة في الاربعة وعشرين ساعة. دي تتلبس للمناسبات. تمام? خاصة ان اغلبية الناس اه او الشعب اه مهمل بطبيعته يعني. انا مش قصدنا اغلط بس احنا كشعب فعلا ما بنحافظش على حاجتنا. ولا يل كده ندل لا حد بحافظ على حاجة. تمام? فالأوتوماتيك مشاكل بطيرة. هايز حد يحسس عليها. يخلي باله منها. يحط فيها ايده اول بول. زي العربات القديمة كده. يقول لك ده حاط ايده فيها اول بول فعشان كده يحس ان هي مجدودة. لكن الحاجات دي تستحمل اكتر من الاوتوماتيك. اكما انها ما كنت قلت عليكم احسن انها رغيت كتير بس كنت حاب ان انا يعني اوصل لكم المعلومة على قد ما اقدر ان ساعات بعد ما وخلص الفيديو بسرعة لاقي ناس بتعلق تعليقات بنفس الكلام اللي انا قلتو يمكن انهم ممفهمش كلامي او انا ما اوضحتش فحابت ان اوضح ليكم الصورة لو انت شباب حاب تيجيب لك ساعة فكك من الوجه نظري ما احترام الوجه نظري الجميع جيب لك ساعة خارتص تمام اه حاب Strawberry aqui بتدفع في اوتوماتيك نظيف متجيب ليش اوتوماتيك بالف ونص متجيب ليش الاتوماتيك بثمانمائة جنيه متجيب ليش بألف وتمانمائة الفين جنيه لأ عيش حاجة اوتوماتيك انه انا شايفه صح من اربع تلاف جنيه وانت طالة لو انت حاب حاجة دي كوبي مش اصلي كمان. تمام? اه فيه اوتوماتيكات زي الحاجات دي بلاش منها لان استرالتها مش شباب عامة تانية يعني مش. في حاجات طبع القلبة مش عارف ايه فيه من اوتوماتيك اه حلو مش وحشة. مش عارها حلو. بس نصيحة ديك بلاش. زي ما قلت قطع غيار وصناعية قليلين. ما انكم اشتغلت عليكم. تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس. شكرا.